هناك من يقول ليس من الصحيح أن ننشر غسيلنا الوسخ اعتراف واضح بأن هذا الغسيل غسيل متسخ أنا أقول نجس وليس غسيلا وسخا هذا غسيل كله نجاسا وما علاقتي إذا كان هذا الغسيل وسخا أو كان الغسيل نجسا ما علاقتي أنا بذلك وسؤال يطرح نفسه في أي آية من القرآن الكريم ورد الحديث مثلا لا تنشروا الغسيل الوسخ يا أيها الذين آمنوا لا تنشروا الغسيل الوسخ فإن من نشر الغسيل الوسخ يصل نارا ذات لهد في أي آية ورد هذا الكلام في أي حديث من أحاديث النبي والعترة الطاهرة أي منطق هذا المصطلح مأخوذ من ثقافة لا صلة لها بثقافة محمد وآل محمد وهذا المنطق هو منطق النواصب منطق النواصب من البدايات يتسترون على عيوب أئمتهم وعلى عيوب كتبهم لذلك كتبهم على طول الخط تتعرض للتحريف والحذف إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا وأنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع ولكن هذه القضية قضية ناصبية صرفة تخالف منطق الكتاب والعترة وإلا في أي آية هناك نهي عن نشر الغسيل الوسخ إلا أن تكون من آيات مسيلمة هناك آيات ذكرت في كتب التعريخ ربما من نفس هذه السورة ولكنها ما وصلت إلينا هناك سورة من سور مسيلمة الكذاب سورة المفلسون المفلسون وما المفلسون وما أدراك ما المفلسون هذا ليس مزاحا من عندي هذا شيء حفظته من كتب التعريخ المفلسون وما المفلسون وما أدراك ما المفلسون أولئك الذين يغسلون ثيابهم ويشرون يشرون يعني ينشرون أولئك الذين يغسلون ثيابهم ويشرون ولا يجدون ما يلبسون أولئك هم المفلسون صدق مسيلمة الكذاب ربما في هذه السورة هناك آيات حرفها المحرفون ألا لعنة الله على المعرفون فلربما هناك آيات تتحدث عن حرمة نشر الغسيل الوسخ هي من آيات هذه السورة باعتبار أن هذه السورة تتحدث عن غسل الملابس وعن نشرها وعادة ملابس المفلسين تكون وسخة وتكون عتيقة ممزقة مهلهلة فلربما القوم عثروا على الآيات في نسخ مخطوطة ماذا الهراء هذا هو القرآن الكريم لماذا لا توجهون النصيحة إلى الباري سبحانه وتعالى أن لا ينشر الغسيلة الوسخة في القرآن الكريم القرآن الكريم من أوله إلى آخره ينشر الغسيلة الوسخ ويبدو أن القرآن لا يستحي لذلك ينشر الغسيلة الوسخ إذا ما ذهبنا على سبيل المثال إلى سورة يوسف سورة يوسف من أولها إلى آخرها أليست نشرا للغسيل الوسخ كما تزعمون حديث عن مشاكل أسرية وقطعا حينما نعود إلى معرفة تفاصيلها سيبين لنا النبي والأئمة تفاصيل أكثر عن هذا الغسيل الوسخ حسب ما يقولون مشاكل عائلية وأسرية فيما بين الأب وأبنائه فيما بين النساء داخل الأسرة فيما بين الأخوة قصة النبي يوسف والتي أدت ما أدت به إلى أن يصل إلى مصر الفضيحة الجنسية لزليخة وزليخة امرأة صالحة في عاقبة أمرها ومن نساء الجنة وصارت زوجة لنبي صارت زوجة ليوسف فلماذا ينشر القرآن غسيلها الوسخ سورة يوسف بكل تفاصيلها هي لبيان فضائح ومعايب وإشكالات وسيئات داخل أسرة نبي من الأنبياء والتفاصيل الأخرى التي تحدثت عنها هذه السورة بعض الصور فصلت فيها وبعض الصور أجملت على سبيل المثال سوء الأدب فيما بين الأولاد وبين أبيهم وقطعا جاء مقتضبا في الآية الرابعة والثمانين حين قال من الذي قال يعقوب وهو أبوهم ونبي من الأنبياء ويعلمون ذلك وفي أيامه الأخيرة في الأيام التي التقى بها بيوسف وتولى عنهم تولى عنهم ابتعد عن ولده بعد أن رجعوا من مصر وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالت الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ويستمر الحديث والتفاصيل إلى أن قال لهم في الآية الرابعة والتسعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف حين أعطاهم القميص في مصر فشم الرائحة من هناك ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فماذا قالوا له قالت الله إنك لفي ضلالك القديم هذه أسرته عائلته تقول له قالت الله يحلفون يمينا إنك لفي ضلالك القديم إلى بقية التفاصيل هناك أحداث صغيرة لم تتركها سورة يوسف أشارت إليها على سبيل المثال ما جاء في الآية السابعة والسبعين بعد أن أمر يوسف أن يوضع وعاء الملك في رحل بن يامين وبعد أن عثروا على وعاء الملك فماذا قال أخوة يوسف قالوا إن يسرق يعني إذا سرق بن يامين فقد سرق أخ له من قبل يقصدون يوسف فهل سرق يوسف شيئا إنها حكاية قديمة ولكن القرآن أشار إليها كي نسأل حتى ينشر لنا رسول الله والأئمة المعصومون الغسيل الوسخ كما يزعمون هم من أنني أنشروا الغسيل الوسخ ما هي حكاية هذه السرقة حكاية هذه السرقة عمة يوسف أخت يعقوب كانت مولعة بيوسف في صغره وكانت تحاول أن تبقيه عندها في البيت ولكن يعقوب ما كان يقبل فيبقى أياما قلائل عندها ثم يعود يوسف إلى أبي فماذا صنعت عمة يوسف ليوسف كانت هناك دراعة لإسحاق والد يعقوب وهذه الدراعة كانت عزيزة على يعقوب واحتفظ بها عند أخته فكانت أمانة عند عمة يوسف فماذا صنعت عمة يوسف ألبست الدراعة ليوسف وزعمت أن يوسف قد سرقها لماذا لأن الحكم كان السارق يصير خادما في بيت الذي سرق منه فلأجل أن تبقي يوسف في بيتها تنفيذا لهذا الحكم اتهمت يوسف بالسرقة وأخوة يوسف باعتبار أنهم يحسدون يوسف فأي قضية قال الحاسد حتى لو كان يعلم أن هذه القضية ليست صحيحة مادام أنها قيلت ونشرت فإنه سيؤكدها ويبقيها على لسانه وبعد ذلك تثبت في الذاكرة وهذا هو الذي تتحدث عنه قصة يوسف ولذلك في كلمات منقولة عن يوسف النبي من أنني ماذا لقيت من الحب أحبتني عمتي أحبتني زليخة فقادني ذلك الحب إلى السجن فماذا لقيت من الحب على أي حال قصة يوسف في سورة يوسف سورة كاملة هي كشف لمعايب وأسرار وتفاصيل في داخل أسرة نبي من الأنبياء وفي أجواء أسرة نبي آخر ما بين يعقوب ويوسف والفضيحة الجنسية لزليخة هي فضيحة لزوجة نبي صحيح أن هذا الأمر حدث قبل زواجها ولكن القرآن أيضا يتحدث في سورة التحريم عن فضيحة لزوجة نبيين نوح ولوت وفي نفس السورة الحديث عن مشكلة في داخل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل هذا نشر للغسيل الوسخ في سورة التحريم في الآية العاشرة ضرب الله مثلاً للذين كفروا ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت كانت تحت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما هل هذا نشر للغسيل الوسخ ونفس الشيء في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى أن تقول الآيات انت توب والخطاب حتى في كتب المخالفين هذا الخطاب كان لعائشة وحصة هذا الأمر واضح حتى في كتب المخالفين لا شعن لي بكتب المخالفين في حديث أهل البيت هذا الخطاب لعائشة وحفصة لزوجات النبي ان تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كلام بهذه الشدة وبهذه القوة ماذا يقتضي يقتضي مننا أن نسأل النبي والأئمة عن التفاصيل فحينما يخبروننا عن التفاصيل هل ذلك نشر للغسيل الوسخ في سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هذا الحديث عن كبار صحابة النبي حتى في كتب المخالفين تفاصيل التي وردت في سورة الحجرات هل هو نشر الغسيل الوسخ أساساً سورة التوبة ماذا تسمى عند المسلمين عند السنة والشيعة تسمى بالسورة الفاضحة لأنها فضحة المنافقين وبالحقيقة هي فضحة الصحابة عموما لقد نصركم الله في مواطن كثيرة هذا الخطاب وهذه الفضيحة ليست خاصة بالمنافقين لكل المسلمين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الحديث عن هروب الصحابة وعن جبن الصحابة وفي سورة الأحزاب كيف بلغت القلوب إلى الحناجر هل هذا نشر للغسيل الوسخ أما سورة التوبة فمشحونة من أولها إلى آخرها إذا ما ذهبنا إلى سورة النور وإلى حادثة حديث الإفك قضية داخل بيت رسول الله عائشة زوجة النبي تتهم ماريا القوطية هي الأخرى زوجة النبي وأم ولده إبراهيم تتهمها بالزنا مع قبطي جاء معها من مصر مرافقا لها كان خادما لها وجهارا قالت لرسول الله إن إبراهيم ما هو ولدك إنه ولد جريج القبطي هذه التفاصيل أليست نشرا للغسيل الوسخ القرآن من أوله إلى آخره لماذا يتحدث القرآن بهذه الطريقة هذا الكلام كله في بيوت الأنبياء في بيت سيد الكائنات وأنا هنا لست في مقام الاستقصاء وإلا ستطول الحلقات إذا أردت أن أسهب في هذه الجهة أعرض بين أيديكم مثالا صغيرا الآية السابعة والثمانون بعد المئة من سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر ثم أتم الصيام إلى الليل إلى آخر الآية الآية السابعة والثمانون بعد المئة من سورة البقرة لا أريد الحديث عن تفاصيل الآية ولكن أذهب إلى لقطة أشارت إليها الآية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن باشرو نساءكم الآية تتحدث عن نسخ تشريع سابق من جملة ما يصوم عنه المسلمون في بدايات تشريع الصيام من جملة هذه الأمور عدم مقاربة النساء ولكن الشباب كانوا يباشرون النساء سرا القرآن ما ترك هذا الأمر مع أن التشريع الواقعي للصيام سيكون في مرحلة أخرى وتجوز المقاربة ليلا التشريعات تأتي بالتدريج مرة من الشدة إلى الضعف ومرة من الضعف إلى الشدة فكان تشريع الصيام شديدا ولكن بعد ذلك خفف الأمر فمن جملة الممنوعات في شهر الصيام مقاربة النساء حتى في الليل ليس في النهار في النهار وفي الليل فكان بعض الشباب يقتربون من نسائهم سرا من دون أن يتحدثوا عن ذلك فجاء القرآن فنشر غسيلهم الوسخ كما يقول الذين يشكلون على أحد هذه قضية صغيرة لماذا لم يسرهم الله سبحانه وتعالى ويبين حكم الصيام بشكله المتأخر هذا هو تفسير البرهان وهذا الجزء الأول منشورات مؤسسة الأعلم صفحة 408 ينقل عن تفسير علي بن إبراهيم القمي والرواية عن إمامنا الصادق الرواية طويلة أنا لست بصدد الحديث عن هذه الآية وإنما فقط أردت الإشارة إلى هذه اللقطة وكان قوم من الشبان ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فأحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل في شهر رمضان إلى آخر الرواية موطن الشاهد واضح فإن الله سبحانه وتعالى تحدث عن خيانة هؤلاء وفضحه وفي وقتها عرفوا منهم فعينما تنزل الآيات كان المسلمون يسألون ولا يبقى شيء مخفيا القرآن من أوله إلى آخره هكذا فلماذا لا تنصحون الله وتقولون له لا تنشر الغسيلة الوسخ هؤلاء أنبياءك هؤلاء أولاد أنبيائك هن نساء أنبيائك لماذا لا تنصحون الله نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم اشتركوا في القناة 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 كثيرا قليلا من الذين يتابعون هذا البرنامج وبحسب علمي كثيرون يتابعون هذا البرنامج من الذين يتفقون معي ومن الذين يختلفون معي وتحيتي للجميع واحترامي للجميع اعتقد ان البعض على الاقل سيصدمه او صدمه الاستدلال الذي اشرت اليه بخصوص الكتاب الكريم فكأنه كان غافلا عن هذه الحقيقة او عن هذه الحقائق السبب ما هو السبب ان الثقافة القرآنية المنتشرة هي ثقافة ناصبية ما هي بثقافة اهل البيت منطق النبي ومنطق العترة تخلقوا بأخلاق الله واخلاق الله تتجلى في الكتاب وفي العترة ادبني ربي كما يقول صلى الله عليه وآله ادبني ربي فاحسن تأديبي وعلي اديبي وهو اخذ العهد علينا في باعة الغديغ ان نتأدب بأدب علي ان نفسر القرآن بتفسير علي هذا القرآن لا يوضح تفسيره الا الذي انا اخذ بيده ورافعه وهو علي هذا كلام رسول الله وهو علي الى ان يقول هذا علي يفهمكم بعد فالأدب من علي والحق من علي والعلم من علي والفضل من علي هكذا امرنا رسول الله هذا هو نهج البلاغ والله ما عندي وقت بامكاني ان اورق لكم نهج البلاغ ورقة ورقة كي احدثكم عن الغسيل الوسخ الذي نشره سيد الاوصياء مثل ما انتم تقولون فهذا علي القرآن الناطق اذا كان المصحف يعنون بعنوان القرآن الصامت علي هو القرآن الناطق فقط اقرأ عليكم هذه الرواية وانا اقرأها من كتاب القطرة من بحار مناقب النبي والعترة سيد احمد المستنبط رحمة الله عليه في بداية الكتاب في الصفحات الاولى صفحة 13 في المقدمة الاولى ينقل هذه الرواية عن المحدث الكراجكي من كتابه كنز الفوائد عن امامنا الصادق ماذا تقول هذه الرواية ربما البعض منكم سمع بها او البعض منكم قراءها قراءها قال الحمد لله رب العالمين اللهم و لربما و لربما قالها امامنا الصادق مع شيء من التقية باعتبار ان الجالس هو ابو حنيفة فذكر رسول الله فقط او اراد ان يقيم عليه حجة يتجلى هذا المعنى من خلال قراءتنا لتمام الرواية فلما رفع الصادق عليه السلام يده عن اكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم ان هذا منك و من رسولك فقال ابو حنيفة يا ابا عبد الله اجعلت مع الله شريكا فقال عليه السلام ويلك ان الله تعالى يقول وما نقم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فالاغناء من الله ومن الرسول الايات هذه في سورة التوبة اذا ما ذهبنا الى سورة التوبة في الاية الرابعة والسبعين وما نقم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فقال عليه السلام ويلك ان الله تعالى يقول وما نقم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله وقال ايضا ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقال ايضا وقال حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله هذه هذه الآيات كلها في سورة التوبة فماذا قال ابو حنيف الآيات واضحة وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فالاغناء من الله ومن رسوله وقال ايضا ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله ما اتاهم من خير ومن فضل وقال ايضا وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله فقال ابو حنيفة فكأني ما قرأتهما ما قرأت هاتين الآيتين فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما الا هذا الوقت لانه يمر على هذه الآيات فكيف يفهم القرآن بمنهج حسبنا كتاب الله ليس بمنهج العترة وانتم كذلك انتم تتعاملون مع القرآن بنفس المنهج العمري نفس المنهج ومعذورون انتم الفضائيات على هذا المنهج الحسينيات على هذا المنهج التفاسير التفاسير التي كتبها مراجعنا على هذا المنهج الثقافة المنتشرة في الوسط الشيء على هذا المنهج على منهج حسبنا كتاب الله ولكن كل واحد يغلفها بتغليف معين لكن النتيجة واحدة النتيجة العودة الى المنهج العمري والرفض الكامل لتفسير علي للقرآن الذي اخذت بيعة الغدير على اساسه فقال ابو حنيفة فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما الا هذا الوقت ماذا قال له الامام الصادق فقال ابو عبد الله عليه السلام بلى 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 قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى انزل فيك وفي اشباهك فيك وفي اشباهك في اشباهك ممن في اشباهك قد يكونون من النواصب المخالفين او قد يكونون من نواصب الشيعة هذا امامنا الصادق في رواية التقليد وانا اقرأ من تفسير امامنا العسكري ماذا قال ومنهم من مراجع التقليد الشيعة قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من اتباعهم ثم يضيفون اليه اضعافه واضعاف اضعافه من الاكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على انه من علومنا فضلوا واضلوهم وهم اضر على ضعف شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه فانهم يسلبونهم الارواح والاموال يعني جيش يزيد يسلب الحسين واصحابه فانهم يسلبونهم الارواح والاموال وللمسلوبين عند الله افضل الاحوال لما لحقهم من اعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بانهم لنا موالون هؤلاء اشباه ابي حنيفة ولكنهم يشبهون على الشيعة بانهم من اولياء الصادق من اولياء صاحب الامو وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بانهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشكة والشبهة على ضعفاء شيعتنا يدخلون الشكة والشبهة في حديث أهل البيت في كرامات أهل البيت في مناقب أهل البيت في ظلامة أهل البيت في عقائد أهل البيت يدخلون الشكة والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب حديث أهل البيت يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص ويشرح بعضه بعضا ولذا الأئمة وضعوا هذه الموازين اعرفوا منازل الرجال عندنا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بأي شيء بقدر ما يحسنون من روايتهم عننا وفهمهم مننا كلما كانت هناك موسوعية في حديث أهل البيت سيتحقق فهم دقيق لماذا؟ لأن هذه الروايات تشرح نفسها بنفسها هناك تعاضد فيما بين آيات الكتاب الكريم وبين كلمات المعصومين وهناك تعاضد فيما بين كلمات المعصومين نفسها لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الاتجاه فإمامنا الصادق قال لأبي حنيفة بعدما قال أبو حنيفة فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا هذا الوقت الإمام قال له بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك ماذا أنزل؟ أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها الإمام يشير إلى هذا المنطق الإمام يريد أن يشير إلى أن التدبر لا بد أن يكون وفقا لمنهج الكتاب والعترة لا كالتدبر الذي يمارسه الناس الآن في الوسط الشيعي أتحدث وفقا لمنهج حسبنا كتاب الله لماذا؟ لأن المراجع علموهم هذه الطريقة لأن المراجع أنفسهم مراجع الشيعة هم حينما يتدبرون القرآن يتدبرون القرآن وفقا للمنهج العمري لماذا؟ لجهلهم بحديث أهل البيت في تفسير القرآن لأنهم أساسا ألغوا أحاديث أهل البيت في تفسير الكتاب الكريم فعينما يحكمون مثلا على تفسير الإمام العسكري كما فعل السيد الخوئي وبقية المراجع من أن هذا التفسير موضوع من أوله إلى آخره يقرؤون هذا التفسير لا يقرؤونه وحتى إذا قرأوه على فرد هم لا يقرؤون التفسير هذا التفسير وأمثال هذه التفاسير عن أهل البيت لا يقرؤونها لأنهم حكموا عليها بعدم الصحة ما عندهم تفسير تفسير أهل البيت حكموا عليها بعدم الصحة فماذا يصنعون؟ يلجأون إلى أنفسهم ولكنهم يجدون أنفسهم عاجزين فيذهبون إلى المخالفين فيأخذون من المخالفين وبالتالي يتدبرون القرآن وفقا لهذا المنهج العمري المفردات والمعطيات الموجودة في الروايات لا يعلمونها لا يعرفونها ليسوا على طلاع بها لأنهم أساسا يرفضونها يعني هذا التفسير مثلا في نظر المراجع من أوله إلى آخره ليس مقبولا هذه السطور فأما من كان من الفقهاء يخرجونها من هذا التفسير يمشوها للاستهلاك المحلي ولكن في البحوث الاستدلالية يقولون عنها هذه الرواية ضعيفة لا أعملون بي فقط يمشون الوضع مع الشيعة كي يعطوا إحاء للشيعة من أن الفقهاء وأن المراجع هذه أوصافهم مع قرض نهاية السطر الذي يجب أن يذكر من أن هذه الأوصاف ليست في جميع فقهاء الشيعة وإنما في بعضهم هذا الكلام الذي لا يمكن أن يفهم الحديث إلا به يقطع ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقالت كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران على قلوبهم من الرين وهو الصدى ما كانوا يكسبون أول كسب يسبب الصدى والرين على القلب هو الكسب العلمي لو أن الإنسان يخير اضطراراً بين أن يأكل لحم الخنزير 24 ساعة يومياً إلى أن يموت وبين أن يدخل في مخه جملة واحدة من الفكر الناصبي جملة صغيرة كلمة صغيرة حرف واحد من الفكر الناصبي لا توجد مقايسة لا في خطورة الأمر ولا في نجاسة هذه المادة لا توجد نسبة خطورة الحرف الواحد تريليونات وتريليونات 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 إلى أن ينقطع النفس أكثر خطراً وضرراً ونجاسة وحجباً للإنسان عن الحق من أن يأكل لحم الخنزير 24 ساعة إلى أن يموت وهذا المنطق ما هو منطقي هذا منطق وآل محمد في رواياتهم لو كان الحديث عن هذه القضية بإمكاني أن أبسط القول وأن آتيكم بالروايات والأحاديث والنصوص كلا بل رانا على قلوبهم لو نسأل الأئمة أيها الصادق المصدق يا إمامنا قلوبنا عليها الرين ماذا نصنع كي نزيل هذا الرين هو يقول لست أنا الباقر والصادق ماذا يقولون حديثنا جلاء للقلوب يجل الرين عنها اقرأوا الروايات هذا ما هو كلامي حديثنا جلاء للقلوب يجل الرين عنها يسقل القلوب كما يفعل الصيقا مع السيف يزيل الرين يزيل الصدأ عن السيف والله هذه كلماتهم هذه كلماتهم وهذه الفاظهم وهذه مضامين أحاديثهم إذا أردت أن تبحث عن علاج أو عن ترياق أو عن اكسير أو عن مادة منظفة إذا أردت أن تبحث عن مادة منظفة كي تنظف قلبك من الرين هذا الرين من أين جاء من الفكر الناصبي كيف تزيل هذا الرين هم يقولون حديثنا جلاء للقلوب يجل القلوب ينظف القلوب وبعد ذلك يلمعها جلاء يعني بوليش البوليش ماذا يفعل يزيل الأوساخ ويقوم بعملية تلميع بالضبط كلمة جلاء في لغة العرب تعني هذا المعنى بوليش حديثنا جلاء للقلوب يزيل الأوساخ ويعطيها لمعانا يجعلها تبرق تلمع يجعلها لامعة بارقة وامضة زاهية هذا هو حديث آل محمد هذا هو الذي أدعوكم إليه هل دعوتكم إلى غيره حينما أتحدث منتقدا للمؤسسة الدينية لأنني من دون انتقاد المؤسسة الدينية لن أستطيع أن أرفع الموانع من وصول حديث أهل البيت للذين يريدون أن ينظف قلوبهم بهذه المادة المنظفة لن أستطيع أن أوصل هذه البضاعة أنا رجل أحمل بضاعة منذ ما يقرب من أربعين سنة أحمل بضاعة على ظهري وأدور كي أبيعها في الأسواق هذه البضاعة لن تكون نافعة ولن تصل إلى قلوبكم من دون أن أزيل هذه الموانع وهذه الموانع لا تزال إلا عبر الإشارة إلى عيوب الواقع الشيعي مع أنني لا أذهب بعيدا جدا مع معلوماتي المفصلة عن كثير من القبائح في الوسط المرجعي وفي الوسط الحوزوي وفي كواليس المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أحاول أن أعرض القبائح والعيوب في الحد المتوسط لا أتحدث عن الحد الضعيف ولا أتحدث عن الحد الأسوأ والله هناك ما هو أسوأ وأسوأ وأسوأ بكثير من هذا الذي أذكره في أحاديثي وبرامجي وأمتلك عليه الوثائق مثلما أعرض الوثائق في كل موضوع أتناوله فإنني أمتلك الوثائق على ما هو الأسوأ لا أريد أن أسهب كثيرا في هذه الجهة ولكنني أقول لكم نفس الكلام ولكن الله أنزل فيك وفي أشباهك لا أريد أن أسيع إليكم هذا كلام أهل البيت مشكلتكم أنكم غارقون في الثقافة الناصبية ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون زوال الرين بحديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل ليت شعري أين استقرات بك النوار بل أي أرض تقلك أو سرايا أبر الله أو غيرها أمذي طوار أزيز علي أن أرى الخلق ولا ترايا ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى أزيز علي أن تحيط بك دون البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو من الله بنفسي أنت من لازحين ما نزح عنا بنفسي أنت أمني يتشائقين يتمنى من مؤمنين ومؤمنتين ذكر فحن بنفسي أنت من عقيد عز لا يتمنى لا يتمنى الكتاب الذي بين يدي عوالم العلوم للمحدث البحراني رحمة الله عليه شيخ عبد الله البحراني عوالم الزهراء وهذه خطبة الصديقة الطاهرة الخطبة المعروفة والتي يسميها البعض بالخطبة الفدكية هذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء صلوات الله عليها صفحة ستمية وأربعة وستين أقرأ لكم بعض الجمل بعض العبائر زهرائيون نحن والهوى زهرائي هكذا أردد دائما هذا هو منهج الزهراء فهل أن الزهراء الطاهرة المطهرة تنشر غسيلا وسخا في خطبتها حين توجه الخطاب إلى صحابة النبي وهي في سن بناتهم أو حفيداتهم فأنقذكم الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وآله بعد بعد اللتية والتي أو بعد اللتية والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو نجم أو نجم قرن الشيطان ربما البعض منكم قد لا يعرف معاني هذه الألفاظ لا أجد وقتا للحديث عن كل لفظة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو نجم قرن الشيطان نجم يعني ارتفع وظهر مثلما تظهر النجوم وإنما قيل لها نجوم لأنها ظاهرة ناجمة أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها اللهوات جوف الفم فلا ينكفع تشير إلى سيد الأوصية فلا ينكفع حتى يطأ مكتوب هنا حتى يطأ جناحها ولكن هناك نسخ أبلغ الذي أحفظه في ذاكرة حتى يطأ صماخها الصماخ هو أعلى الرأس حتى يطأ صماخها فلا ينكفع حتى يطأ الصماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدوداً في ذات الله علي مجتهداً في أمر الله مجتهد بمعنى الانقطاع والإخلاص في العبادة مجتهداً في أمر الله قريباً من رسول الله سيداً في أولياء الله مشمراً ناصحاً مجداً كادحاً تنشر غسيلهم الوسخ كما تقولون أنتم وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون من الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنكصون عند النزال تفرون تنكصون عند النزال وتجبنون وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين هذه عبارات تتحدث عن أقبحي وعن أسوأي حالات الصحابة وهدر فنيق المبطلين لكنني إذا أردت أن أقف عند كل كلمة سيطول الحديث وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين فأنتم أتباع الشيطان وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهضكم الشيطان فوجدكم خفافة إلى آخر الكلام الخطبة طويلة إنما أردت أن أشيره إلى جانب من كلامها وهي تنشر معايب الصحابة معايب صحابة أبيها صفحة 678 ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان بؤسا لقوم نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم إنها تخاطب الصحابة هل هناك أقبح من هذا الوصف وأشركتم بعد الإيمان ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان بؤسا لقوم نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم إلى أن تقول تخاطبهم فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ثم تخاطبهم معاشر المسلمين تخاطب الجميع معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر أفلا تتدبرون القرآن ليسوا نفس الكلام الذي وجهه إمامنا صادق إلى أبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة إن كانوا من المخالفين أم من الشيعة أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كلا بل رانا على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم ألا تلاحظون المنطق هو المنطق فأخذ بسمعكم وأبصاركم ولبئس ما تأولتم إلى بقية عباراتها وألفاظها التي تتحدث في هذه الأجواء وحتى حينما عادت نساء المدينة فاطمة في مرضها فماذا قالت لهن أصبحت والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأتهم بعد أن سبرتهم فقبحا لفلول الحد إلى أن تقول وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون هذا كلام فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها وبئس ما قدمت لهم أنفسهم هذه هي الأمة وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون هؤلاء الذين تتحدث عنهم فاطمة بهذه الطريقة مراجعنا واحد يقول إنهم بيضوا وجه التأريخ واحد آخر يقول إن هؤلاء كانوا يعيشون في عصر مشعع باللون القرآني واحد آخر يقول من أنه كانوا على وفاق ما علي شخص آخر يقول كانوا جميعا يحبون فاطمة حتى قال عن الذين هاجموا بيتها قال كل الذين جاءوا إلى بيتها كانوا يحبون فاطمة وقلوبهم ملأ بحب فاطمة أو منها الخرط في كتب مراجعنا الكرام منها المال حمل جمال فاطمة فاطمة هنا وهي تتحدث بهذا الأسلوب أل كانت تنشر غسيلاً وسخاً هذا الكلام جاءنا يجري عبر قرون منذ أيام فاطمة وإلى يومنا هذا وسيبقى فهذا المنطق منطق أعواج هذا المنطق منطق أعواج لابد أن نفرق بين قضيتين القضية الأولى الأمر الشخصي والقضية الثانية الأمر الذي يرتبط بأهل البيت لابد أن نفرق بين أمرين نحن إذا ما اقتنعنا من أن الدين له أصل واحد لا شأن لي بمنظومة الأشاعر والمعتزلة التي يتبناها مراجعنا هذه منظومة منظومة شيطانية من أن أصول الدين خمسة هذه منظومة شيطانية من أراد أن يعرف الحقيقة فيرجع إلى الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج وهناك سأعرض في الحلقة الآيات والروايات والأحاديث التي تصرح علنا من أن ديننا له أصل واحد هو الإمام وفي الوقت نفسه أنا تحديت المراجع جميعا والآن أتحداهم أن يأتوني بآية أو رواية تتحدث عن أصول الدين الخمسة الآن أيضا أتحداهم وسأبقى أتحداهم لأن هذه المنظومة منظومة ناصبية الكتاب الكريم وأحاديث أهل البيت صريحة من أن الدين له أصل واحد وهذا الأصل هو الإمام كما قال رسول الله لعلي يا علي أنت أصل الدين وقد أوردت لكم هذه الرواية وقرأتها عليكم من بصائر الدرجات لأبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم ولكن إذا ثبت عندنا أن هذا الدين له أصل واحد هو الإمام فهنا نأتي نقيس الأمور على هذا الأساس هناك دين وهناك أنا وهناك أصل لهذا الدين أصل الدين هو الإمام فكل الأمور تقاس وفقا لهذا الأصل أنا وأنتم ندور في فناء هذا الأصل ما يرتبط بأموري الشخصية التي تخصني أو ما يرتبط بأمورك الشخصية التي تخصك والتي هي في أفق السر إما فيما بينك وبين الله فيما بينك وبين إمامك فيما بينك وبين شخص معين هو الآخر يحفظ سرك في داخل أسرتك شؤون شؤونك الشخصية التي لا علاقة لها بشأن الدين وبشأن أصله وحينما قلت فيما بينك وبين إمامك العلاقة الوجدانية فالعلاقة الوجدانية شأن شخصي هذه الأمور لا يجوز كشفها ولا يجوز طرحها وذكرها إذا كان يسبب خطرا أو يسبب انتقاصا أو يسبب خللا لسمعة الإنسان أو لمصالح الإنسان أو لحياة الإنسان المؤمن هذه الأمور لا يجوز ذكرها أبدا بهذه العناوين هذا هو الذي تحدث عنه القرآن ومن أننا نأكل لحم أخوتنا وهم موتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كما في سورة الحجرات فإننا نأكل لحوم أخوتنا وأخواتنا وهم أموات هذا الحديث في الجانب الشخصي الذي لا صلة له بالمعصوم ومشروع المعصوم وبرنامج المعصوم أما أن تكون شؤون الشخص مرتبطة ولها علاقة بالمعصوم أو بمشروع المعصوم وتؤدي إلى إعاقة مشروع المعصوم المعصوم يريد للشيعة أن يعرف إمامهم يريد من الشيعة أن يعرف فضل محمد وآل محمد المعصوم يريد من الشيعة أن يعرف ظلامة محمد وآل محمد المعصوم يريد من الشيعة أن يبحث عن الفقيه الصالح الذي يفتي ويفسر القرآن وفقا لمنهج علي لا وفقا لمنهج الشافعي أو الأشعري أو المعتزلي أو الصوفي أو القطبي أو أن يكون هناك كوكتيل من كل هذا كما هو الآن الجاري في حوزاتنا في وسطنا المرجعي في المكتبة الشيعية في الإعلام الشيعي هذا هو الذي يجري الآن في مثل هذه القضية ليس يجوز وإنما يجب وجوبا قطعيا على أن تكشف الحقائق ولكن لا بد أن تكون بالأساليب المناسبة وبالأدلة والبراهين الواضحة ولا بد من وضع النقاط على الحروف وليس الهدف أن يكون للإضرار بشخص لأنه هو ذلك الشخص القضية مرتبطة بأصل الدين وبمشروعه ديننا هو دين محمد صلى الله عليه وآله أصل هذا الدين إمام زماننا الحجة بن الحسن إمام زماننا عنده مشروع مشروعه المهدوي الأعظم نحن وظيفتنا أن نمهد لمشروع إمام زماننا بحسب ما نتمكن في بعض الأحيان قد يكون التمهيد بالتقية والسكوت في بعض الأحيان قد يكون التمهيد في الإعلام والتعليم هذه القضية تختلف من زمن إلى زمن من مكان إلى مكان من شخص إلى شخص من مجتمع إلى مجتمع بحسب الإمكانات المتوفرة بحسب المعوقات الموجودة بحسب الظروف والملابسات منها ما هو سياسي منها ما هو اقتصادي منها ما هو اجتماعي منها ما هو ثقافي منها ومنها ومنها جزء من حركتنا بهذا الاتجاه هو أن ننتقد الواقع السيء الذي يقف عائقاً في نشر فكر آل محمد حينما تكون منابع الفكر في الساحة الإعلامية وفي الساحة التعليمية وفي الساحة الثقافية الشعية منابع الفكر تغذي الناس وتقودهم إلى نتيجة مناقضة ومضاد للذي يريده الإمام المعصوم هذا هو الذي يجري على أرض الواقع الإمام المعصوم يريد منا أن نفهم القرآن منهم الساحة الشعية خلية من هذا الأمر بل إن الساحة الشعية تحارب أي توجه لفهم القرآن بحسب منهج أهل البيت والذي وراء هذه القضية هم مراجع الشيعة وأنا هنا لا أحملهم أن ذلك يكون بسوء نية منهم والله هذه عقيدتي صدقتم ما صدقتم هذا الأمر راجع إليكم بالنسبة لي لا يفرق عندي كثيرا أن تصدقوني أو لا تصدقوني لا أبالي لأنني أساسا لا أبالي بأحد منكم أنا أبالي بشخص واحد هو إمام زماني إذا كان إمام زماني يقبل حديثي هذا وإذا كنت صادقا عند إمام زماني فلا أبالي بكم أصدقتموني أم كذبتموني ولكن لو أن إمام زماني يعدني كاذبا فماذا أصنع بتصديقكم ما الذي يدخل في جيبي من تصديقكم لن أنتفع من تصديقكم شيئا فلا أبالي بكم أصدقتموني أم لم تصدقوني أذهب بكم إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم